اشخاص يتهجمون على بعض الافكار الموجودة في الكتاب المقدس انا شخصيا اقول لو انه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن ان يتفوقوا بهذه الامور احبائي المشاهدين من سدني استراليا ابرحب بحضراتكم ببرنامج اكثر من رأي على قناة الكرمة الفضائية العالمية وبالحقيقة هي ليست قناة واحدة هي قنوات الكرمة الفضائية العالمية ابرحب بحضراتكم بحلقة جديدة بعنوان عطية النور والحياة هذه اخدناها من سفر ايوب عندما كان ايوب يتغمر على ان الله سمح بانه هو يوجد في هذه الحياة وطبعا القى تساؤل بسبب مرارة نفسه لانه كان متألم جدا لانه دخل فيه مصائب كثيرة جدا وكلنا منعرف صبر ايوب لكن قال عبارة شهيرة في الاصحة الثالث لما يعطى لشقي نور وحياة فاخدنا موضوع الآية واخدنا منها عنوان عطية النور والحياة امر مهم جدا جدا وبصلي من قلبي انه كل اللي عام يسمعونا يركزوا جدا جدا لانه كلنا منسقط في وضع التذمر نحتاج على امور الحياة نحتاج على امور كثيرة وكأنه عم نقوله للرب لو انك عملتها في هذه الطريقة او هذه الكيفية كان انسب من هذه الكيفية حاشة هي عطاية من الله والكتاب بقلنا انه كل عطية صالحة هي من فوق نازلي من فوق نازلي من عند مين من عند ابي الانوار طبعا كل عطية صالحة يعني اي شيء من احنا موجود في الوجود بدون موضوع السقوط والخطيئة والشر كل شيء خلقوا خلقوا صالح نعم يعني لما خلق الاسود والابيض والالوان فيه لون احلى من لون كل الالوان حلوة بس نحن كبشر قيمنا الامور وابتدينا انحدد انه الطويل احلى من الاصير او الاصير احلى من الطويل الابيض احلى من الاسود او البني او فنحن كبشر حددنا امور وعطيناها صبغة هذه صح هذه خطأ وهكذا لكن كل شيء خلقوا الله في القديم مكتوب انه الله رأى ان كل شيء حسن ليه لانه كله بكمل بعضه وكله مخلوق لمجد الله والله لما بيخلق شغلي بيخلقها كاملي نحن بتفسدوا الامور معنا بس الله ما خلق شيء الاو كان صالح وكان الله مسرور فيه لكن الانسان سقط لانه عصى على الله فدخلت الخطيئة ودخلت الشرور فانا طبعا هذا موضوع فرحان انه نتوسع فيه بنعمة الرب اليوم مع حبائنا خدام الرب الافاضل ثلاث ضيوف معنا بنعمة الرب لكن معنا اخ فاضل بالاستوديو اختاني على سكايب اختالت على التليفون وهكذا بيكون عنا رأي متنوع لانه برنامجنا اسمه اكتر من رأي انا برحب بخادم الرب الفاضل معنا بالاستوديو خادم الرب الفاضل الاسيس فاي اسكندر شكرا يا اسيس جون الرب يديني نعم علشان نقدر نوصل الفكرة دين للناس لانه مهم حقيقي ان الناس تعرف ان كل عطية هي من الله كلها حتى وان كانت تبدو لنا مش كويسة لكنها في الواقع صالحة وهدفها صالح لمجد الرب والخيرنا امين امين يا ربي بكاء اسيس نشكر رب من اجل اسيس فاي اسيس طبعا عنده خدمات متنوعة ويخدم ايضا بيرعى كنيسة بالانجليزي طبعا في سيدني فالرب يستخدمك ويباركك ويبارك الرعية نشكر رب من اجل وايضا اذا كان معنا حضرت المخرج خادم الرب الفاضل الدكتور ناجي اسكندر طبعا الدكتور ناجي اسكندر غني عن تعريف عنده برامج بالميديا والرب شرفني ان انا اعمل مع الدكتور ناجي اسكندر برنامج بعنوان الخليقة اسطورة ام حقيقة هو برنامج من الكتاب المقدس بالاضافة للامور العلمية دكتور ناجي رب فعلا باركه جدا بهذا البرنامج وباركني انا ايضا انا وياه وهالبرنامج حاليا يزاع ويعرض في القارات يعني على قناة الكرمة دكتور ناجي اهلا وسهلا بحضرتك ربي باكك اهلا يا اسيس جون انا سعيد جدا ان يكون مع هذه المجموعة الرائعة من الخدام عشان نتكلم عن كلمة الله الصادقة وعشان نشوف خطة الله لحياة كل واحد فينا لان الله خلقنا وفيه هدف محدد لكل واحد وعلينا ان احنا نجد هذا الهدف ونعيشه فانا بشكرك على هذا اللقاء الرائع يا اسيس جون الرب يباكك دكتور نشكر رب من اجلك الدكتور ناجي بس للتنويه هو دكتور جراح طبعا جراح في بريطانيا في اسكوتلندا وايضا زميل الكلية الملكية في بريطانيا لكن قرر انه يترك كل شيء ويلحق خدمة الرب يعني فول تايم متفرغ حتى يظهر للناس انه مفيش ولا خطأ في الكتاب المقدس وخاصة من النواحي اللي الناس بتقلك انه في امور علمية تتناقض مع الكتاب المقدس بالعكس الكتاب المقدس يعني يا مناس دقوا دربوا راسهم في هذه الصخرة العظيمة وتحطمت كل الرؤوس لكن نشكر رب لازال الكتاب المقدس هو كلمة الله الصالحة الحية الباقية للأبد أسيس الدكتور ناجي بتحب تقلنا تعليق سريع وبعدها ناخد التعليق الثاني من الأسيس سفي اسكندر طالما حضرتك معنا مباشرة أنا سعيد جدا زي ما قلت يا أسيس جوني نكون معاكم في هذا البرنامج علشان نتكلم عن الحياة لانها عطية من الله والله هو مصدر الحياة التفاعلات الكيموية ما اطلعش حياة لازم يكون في مصدر الحياة والله هو هذا المصدر فالرب لما بيعطيه حياة ونور علينا ان احنا نتمتع بيهم ونفرح بيهم ونشكره من أجلهم وفي نفس الوقت فيه هدف لحياتنا فعلينا نجد هذا الهدف ونعيشه الهدف ان يكون لنا علاقة حقيقية مع الله والعلاقة دي لما تكسروا بأسيان آدم وحواء كانت نتيجة الرب يسوع جاه علشان يرجع هذه العلاقة لانه بالموت أمات ذاك الذي له سلطان الموت علشان يكون لنا علاقة مع الله بالتوبة والإيمان بالرب يسوع المخلص وكده يكون فيه هدف لحياتنا فمكتوب في رسالة أفاسوس الصح 2 وعدد 10 ان احنا مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها فالرب أعد خطة لحياتنا علينا ان احنا نكتشفها ونعيشها عشان ممجد اسمه القدوس آمين آمين أشكرك جدا حضرت المفرج ممكن أن نسلم على الأسيس ناشد غالي معنا أحبائي الأسيس الفاضل الدكتور الأسيس ناشد غالي ناشد غالي ناشد وهو طبعا أسيس يخدم بالكنيسة الرسولية في مصر والرب يباكو يستخدمه بعدين الرابع يستخدمه في مجال واسع في العالم فنشكر من أجله أيضا سيكون معنا ضايف بالحلقة يتصل فينا عدة مكالمات وناخد رأيه أنا فعلا بحترم تعليم الأسيس ناشد لأنه تحسه مركز ومليان من كلمة الله أسيس ناشد حضرتك معنا من فضلك طيب أوريت لكن بعد قليل حيث تصل فينا بنامت رأب وناخد من الأسيس ناشد عدة مكالمات على الهاتف أسيس بتحب تعطينا رأي عام حول الحلقة أو ممكن نبتدي بقراءة الأصحاح اللي تكلم فيه أيوب حيث كان متألما متذمرا لكن هو بعدين في النهايات ندم جدا جدا واعترف أنه هو أخطأ بأنه تذمر وهذا شيء يعلم الكثيرين أنه لازم يقتنعوا بأمور الله الموجودة اللي الله منحنا إياها في الحياة أوكي تفضل حضرتك أوراية الأصحاح جزء دمنا أمين وممكن عليا بعد أو إذا حضرتك تحب تقرأ الأصحاح شوية شوية وتعلق عليه مثلا لا تفضل أنا أقول تعليق عام بعد أيوبي حسب أيوبي ثلاثي سامحوني شوية أنا صوتي مجروح اليوم لأنه أكلت ضربني الهواء كان الهواء ساعة وأنا لابس نسكم وعم بعمل بطل يعني فس نشكره باليوم صوتي رجع على إلي كان مبارح الصوت رايح خالص تقريبا لكن نشكره بسكروني بصلاتكم من فضلكم بقلوبكم أيوبي ثلاثي واحد بيقول بعد هذا سب أيوبي يومه طبعا مش سب يعني مثل ما بيسبوا الناس يعني زي ما تقول تزمر على يومه وتزمر على الحياة لأنه متألم جدا ويمكن لو واحد أصيب بما أصيب به أيوب كان يمكن مش عارفين شو عمل يمكن راح فجر هيكل الله بس نشكر الله لأجل هذا النبي القديس العظيم اللي تعلمنا منه أشياء كثيرة بيقول وأخذ يتكلم أيوب طبعا وأخذ يتكلم فقال ليته هلك اليوم الذي ولدت فيه والليل الذي قال قد حبل برجل ليكن ذلك اليوم أي اليوم اللي ولد فيه أيوب ذلك اليوم ليكون ظلاما لا يعتني به الله من فوق ولا يشرخ عليه نهار ليملكه الظلام وظل الموت ليحل عليه سحاب لترعبه أو لترعبه كاسفات النهار أما ذلك الليل فليمسكه الدجة ولا يفرح بين أيام السنة ولا يدخلن في عدد الشهور هو ذلك الليل ليكن عاقرا لا يسمع فيه هتاف ليلعنه لاعنو اليوم المستعدون لإيقاظ التنين لتظلم نجوم عشائه لينتظر النور ولا يكن ولا يرى هدبا الصبح وبعدين بيقول لأنه هذا اليوم لأنه لم يغلق أبواب بطن أمي ولم يستر الشقاوى عن عينيه لما لم أمت من الرحم ياما ناس قالوا هاي كيراتني مدت ومخلقتش بيقول لما لم أمت من الرحم عندما خرجت من البطن لما لم أسلم الروح لماذا أعانتني الركب ولما أثدي حتى أرضع لأني كنت الآن متجعا ساكنا كنت ارتحت حينئذ كنت نمت مستريحا إلى ما هنالك وبعدين بيرجى بالعدد عشرين بيقول لما يعطى لشقي نور أنا شقي ليش الله تعطيني نور وحياة لمرية النفس إلى ما هنالك تفضل لأسيس ويريد تتوسع فيه ربي باركك محبوب ويحفظك الحقيقة اللي جات في فكرة دلوقت حالا أيوب هنا بيسب اليوم اللي تولد فيه نعم لكن الشخص الوحيد اللي قيل عنه في الكتاب إنه كان خيرا له لو لم يولد هو الشرير هو يهوذة يهوذة اللي أسلم الرب يسوع المسيح ده بمثل الأشرار كان خيرا لهم لو لم يولدوا لكن من البداية أسيس جون الله خلق لما خلق الإنسان حضرتك عارف فيه في سفر التكوين أصحح واحد لما الله خلق في الأيام أيام الخليقة رأى الله كل شيء حسن لكن بعد ما خلق الإنسان رأى وإذ كل شيء حسن جدا الإنسان خلقه خلق حسن جدا لمجد الرب ولصالح الإنسان نعم الله خلق الإنسان علشان يتمتع بالله ويستمتع بالمجد مع الله لكن اللي أدخل الشقاوة اللي بيقول عنها أيوب هنا اللي أدخل الشقاوة إلى العالم اللي أدخل الآلام والسفرينجز الآلام الموجودة في العالم الأمراض وحتى اللي خلق فيه فرقات بين إنسان وإنسان من جهة اللون من جهة الجنسية من جهة الطول والقصر إلى آخره هي الخطيئة هي الخطيئة مش خطيئة شخص معين لكن الخطيئة خطيئة الإنسان عمتا مثلا بيقول الرسول في رسالة روميا أصحاح 8 إذ أخضعت الخليقة للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاع وفي أصحاح 5 بيقول كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت الموت وهكذا اكتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع حتى الفوارق فارق في اللون مثل حضرتك ذكرت في واحد أبيض واحد أسمر واحد اللون البشرة بتاعته دارك والتاني مش دارك لون قاتم أسمر قاتم ولا مش أسمر قاتم إلى آخره حتى ده سبب الخطيئة بعد التوفان في سفر التكوين أصحاح 9 نوح صنع خطيئة مع أنه كان إنسان كامل الله خلق آدم كامل بار لكنه سقط في الخطيئة لما ابتعد عن الله ولما بعد إدى ظهروا ليه وصايا الراب نوح برضو كان إنسان بار لكن للأسف الشديد بيقول عنه كتاب فيه تكوين 9 أنه شرب الخمر وتعرى وبعد كده ابنه حام شافه عريان وممكن يكون يستهزأ به وراح أخبر أخواته الاتنين التانيين سامو ويافث اللي حصل في النهاية نوح لعن حام أبو كنعان فالفوارق الموجودة بين الناس حاليا برضو سببها الخطيئة الله لم يفعل هذه الأشياء الله لم يفعل لم يضع الخطيئة في الإنسان لكن الله سمح بوجود كل الآلام والأتعاب والخطيئة في الإنسان علشان لما يكون فيه ظلام يظهر النور حالشان يعطي فرصة لإظهار مجد الله في الإنسان لخير الإنسان زي مثلا المولود أعمى التلميذ بيسألوا الرب يسوع المسيح ما أخطأ هذا أم أبواه حتى أنه ولد أعمى فقال لهذا أخطأ والأبواه لكن لكي تظهر أعمال الله فيه مع أنه في الحقيقة هو أخطأ وأبواه أخطأه لكن المسيح أصده أنه ليس خطيته الشخصية ليس خطيته هو هي سبب لكن الخطيئة عامة هي سبب كل الآلام والقدر الموجود في العالم فالعالم موجود في ألام وموجود فيه والعالم موجود فيه فوارق واحد أغنى وواحد غني والthird فقير واحد تولد في بلد فقيرة والتاني تولد في بلد غنية أيذن بي أنا علشان أتولد في عيلة فقيرة ومن أب مش متعلم وفي بلد فقيرة ومحروم من أمور تانية غيري بيتمتع بيها أيذن بي أنا كل الأمور دي الرب وضعها وحدفه خير لكن يقف الآخر خالص نفتكر كمان يا أسيس جون قبل ما وصل الفكرة دي نفتكر أن المؤمنين الرسول بيقول في رسالة كورنثوس الأولى أصحح واحد أن الله اختار الجهلاء المزدرة وغير الموجود لكي يبطل بهم الموجود فالناس في الأوساط الفقيرة والأوساط حتى غير المتعلمة عامة نجد أن هناك مؤمنين كتار فيه مؤمنين كتار وحيق اليوم اللي فيه حيق اليوم اللي فيه العالم ده كله هيتنسي كله هيتنسي أنا أتخيلي أسيس جون أننا لما نوصل للسماء هنبص الورا وانتحك على نفسنا اه يا ريتني ايه اللي كنت بعمله ده ايه اللي كنت بعمله ده ده الرسول بوليس بيقول الذي استعمل هذا العالم كأنه لم يستعمله لأن هيئة هذا العالم تزول أهم شيء معرفة الرب ونوال الحياة الأبدية من الرب والرب بيستخدم كل الأمور دي اللي خلقني فيها علشان يوصلني للحياة الأبدية أمين أمين أشكرك جدا أه دكتور ناجي ربي باكك عم تسمعنا طبعا دكتور ناجي دكتور ناجي عم تسمعنا بفضلك طبعا أسمعك بايس أمي بتحب ندخل شوية في الإصحة ده نحاول يعني هيكي نطلع منه بركات آه طبعا سفر أيوب الحقيقة سفر مميز جدا لأنه بيشرح لنا قضية الألم والحياة سفر ده بيشرح لنا أحداث حصلت في السماء وأحداث حصلت على الأرض الأحداث اللي في السماء أن الشيطان بيشتكي على أيوب وبيقول لله أن أيوب يعبدت لأنك سيئت تحوله لأنك حفظته لأنك باركته لأنك أعطيته بركات مادية كثيرة فالرب سمح للشيطان أن يجرب أيوب ولكن تحت سيطرة الله الكاملة في الأحداث فابتدأت أول تجربة أنه يأخذ منه كل سروته وأنه يأخذ منه أولاده وأيوب لم يتزمر على الرب في هذه المرحلة فالشيطان اشتكى مرة تانية وقال له أنه جلد بجلد أنه الإنسان إذا كان صحته سليمة هيقبل أي حاجة فالرب قال له ممكن تضربه بأمراض لكن لا تمس روحه فضرب بالأمراض وبدأت رحلة الحوار مع أصدقائه في واحد اسمه اليفاز التيماني وبلدة الشوحي وصفر النعماتي ابدأوا يجروا حوارات مع أيوب حول قضية الألم وليه هو أصيب بهذه الألم وكان كل اللي بيقوله إنك أنت إنسان قادر لكن أيوب بيقوله أنا بعبود الرب من قلبي أنا مش بعبوده عشان خيراته لحد ما دخل واحد اسمه أليه في الآخر كان فيه حوالي ثلاث حوارات تمت وبعد كده دخل أليه وابتدى يتكلم عن صلاح الله وبعدين في آخر السفر بنهادد الله بيتقابل مع أيوب وبيحط له عدة أسئلة من الطبيعة اللي خلقها الله بقوله أنت تعرف الحدي إزاي بتشتغل وتعرف الحدي إزاي تعملت ويأيوب بيصمت قدام الله وبعد كده بيقول بسماعي الأذن سمعت عنك أما الآن ففضرقاتك عيناي نعم فالعايزة أقوله إن رحلة الألم بتاعت أيوب مفيدة لنا جدا في هذه الأيام في القرن الواحد وعشرين ومع وجود الأمراض ومع وجود الوباء العالمي أصبح فهمنا لسفر عيوب مهم جدا 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 بس أنا عايز أفرق بين حقتي للحقيقة نعم إن المرض والألم والمشاكل دي نتيجة الخطيئة زي ما سمعنا لكن التغيرات في جسمنا زي الطول والقصر والألوان المختلفة في جسمنا دي في خليقة الله في الجينات اللي وضعها في آدم وحوال فواحد توين وواحد أسير دي مش خطيئة الخطيئة هي إن الإنسان ينفصل عن العلاقة مع الله ونتيجة كده دخل المرض والموت إلى العالم زي ما الأسيس فاي أرى لنا من رمية إن الخليقة نفسها أخدعت للبطل ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها فالخليقة بتأمن منتظر استعلان مجد أولاد الله فخلاصة الأمر هنا هو إن الشكاية اللي حصلت على أيوب في السماء كان لها مرحلتين مرحلة في كل بركات اللي حواليه مرحلة في جسده وبعدين فيه حوارات بتتم مع ثلاث أشخاص اللي فازي تيماني بلده الشوحي سوفر النعماتي وبعدين بيدخل أليه وبعدين أيوب بيلتقي مع الله الفكر بقى العام بتاع الآية دي إنه هو كان بيقول أنا يريدني ما كنت أتولاد لكن الله بيقول له لا ده أنا عطيتك عطية حلوة قوي وهي الحياة وربنا استخدم حياته عشان يكون بركة يكون بركة لنا تخيل لو ما كانش عندنا سكر أيوب كنا هنبقى محرومين من رحلة الألم اللي عادة فيها أيوب بنجاح كامل وبيها بتعلم إحنا إزاي نتعامل مع الألم دلوقتي ويعقوب في رسالته بيقول سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب فأصبح هذا المثال لي ما تقول لنا عشان نتعلم منه ياريت نتعلم منه خاصة في أيام الوباء اللي احنا بنعنشها فيها أمين أشكرك جدا ربي باكك دكتور أبقى معنا من فضلك أسيس ناشد حضرتك معنا عم تسمعنا؟ أسيس ناشد حضرت المخرج أنا مش عم بسمع ولا حاجة أسيس ناشد أسيس ناشد عم تسمعني من فضلك؟ يمكن أن تسمعنا من التلفزيون؟ أسيس ناشد طيب أسيس ناشد من التلفزيون ليس من التلفزيون أسيس ناشد ربي باكك طيب أوكي يبدو أنه في عطل بالتواصل لأنه الأسيس ناشد في مصر والشبكة شوية بتبقى أحيان تعباني ما شاء الله مصر حوالي 100 مليون اليوم تقريبا مش كده؟ يا رب يا رب يبارك ورب أيضا يريحنا جميعا من موضوع مشكلة الكورونا باسم المسيح طيب أسيس ناشد نأخذ تعليق سريع من حضرتك لحد ما يكون تواصل المخرج مع أسيس ناشد كنا نركز نحنا على الإصلاح هذا أسيس ناشد عم تسمعني؟ عم تسمعني؟ ألو؟ أيوه أسيس أنا سامح حضرتك أهلا أسيس أهلا بحضرتك ربي باكك الله يبركك مبسوط أكون معاكم شكرا لأجل المشاركة الرب يحفظك ونشكر الرب من أجلك الله يبركك أسيس مبسوط أكون بشارك حضرتك والضيوف الأفاضل الرب يحفظك أسيس مش عارف إذا حضرتك سمعت المقدمات اللي تكلمنا فيها قليلا قليلا؟ أه سمعت أوكي، بتحب إنه تتوزع من نقطة معينة لحتى يكون لسه بعدنا عم نمهد الفكرة الأولى؟ أهلا بحضرتك ، نعم ، إن إنجليو حانا قال كده وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته فمعرفة الحياة هي معرفة شخص فيه كانت الحياة وهو رئيس الحياة وهو قال عن نفسه أنا هو القيامة والحق والحياة ده اللي أنا مليان به قوي قوي أنه بعيد عن الرب يعني يعني يقول كده بولس الرسول كنا أمواتا بالزنوب والخطايا وفي الحقيقة إحنا حالنا بعيد عن الرب حتى لو إحنا بنعيش بنتنفس بالروح ونيجي ونشتغل وعندنا بيزنس ونلبس أغلى لبس وناكل أغلى أكل لكن أنا بعيد عن مصدر الحياة أنا ميت حتى وإن كان ليه شكل يقول كده لك اسم أنك حي وأنت ميت فاللي بعيد عن الرب ده ميت بالحياة صحيح بيتحرك ويروح ويجي وصحته كويسة لكن هو ميت فأنا لو هتكلم عن عطية الحياة لازم أتكلم عن الله وأتكلم عن المسيح اللي فيه كانت الحياة وهو رئيس الحياة أمين أشكرك جدا ياريت من فضلك تتواصل معنا بعد قليل إذا بتحب حضرتك منتابع بعد شوية سؤال تاني وتالت أسيس اللي أنا بدي ركز عليه قليلا أنه مثل ما بيقولوا بالمصري محدش أراضي بعشته يعني أيوب لما أصيب بالألام طبعا هو ما فينا نلومه لأنه يمكن نحنا لو أصبنا مثله بالألام اللي وقع فيها كنا نحنا تسمبنا جدا جدا لكن بشكل عام الناس مش عجبها العجب قليلون هم الذين لديهم القناعة مثل ما بيقول كتاب التقوى مع القناعة تجارة عظيمة فبدأنا نتكلم قليلا عن حالة أنه محدش راضي لا بطوله ولا بأسره لا بصحطه لا بمرضه لا بغنى ولا بفقره ما فيش اكتفاء بتحس ولا في رضا بتحس والناس عم تتزمر يعني أيوب سب يومه بمعنى تزمر على أنه هو ولد بس الناس كتير بتزمر على أي حاجة والحالة صعبة في الحياة وزي ما قلت حضرتك أنه لما نطلع على السماء رح نزعل وأنه إزاي نحنا صرفنا فأتفضل كمل الفكرة اللي كنت ناشي فيها كمان ربي باركة يا محبوب ربي باركة أنا كنت حابب أكمل في الفكرة لكن أكمل في الفكرة دي الأول وبعدين ميالي أني أتكلم عن المسيح اللي هو الحياة والنور لكن زي ما قلنا من شوية أن كل اللي أعطانا إياه الله هو للخير نعم والحياة الزمنية صحيحة الحياة الزمنية هي من الله لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد زي ما قال الرسول الرسول بوليس الرسول بوليس نعم نعم لكن زي ما قال الرسول بوليس بسفر أعمال الرسول أصحاح 17 نعم في الكتاب المقدس نعم لكن صحيح فيه فرقات بين إنسان وآخر لكن زي ما قلنا أسيس جون نعم الرب رتب لي أني أكون فقير الرب رتب لي أني أكون مش متعلم مثلا الرب رتب لي أني أعيش في البلد دي الرب رتب لي أني أعيش أنتقل إلى مكان آخر وحدد بأوقات حتم بأوقات معينة وبحدود مساكنهم لعلهم يتلمسون الله يطلبونه فيجدونه فيجدوه لأنه عن كل واحد منه ليس بعيدا الرب أصد أنه يسمح بأمور مختلفة في حياة الإنسان وحدف الله أنه يظهر مقدو في حياة هذا الشخص هذا الشخص الفرد هذا الإنسان ويجيبه لي وزي ما قلت من شوية العالم دا بعد شوية هينتهي بالكامل الرسول بوليس يقول في كورونتس الأولى حساب عاما من عدد 29 الذين لهم نساء كأنه ليس لهم والذين يبكون كأنهم لا يبكون والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون والذين يشترون كأنهم لا يملكون والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه لأن هيئة هذا العالم تزول أنا عايش في الدنيا ديا بالحال دا كله ما يهمش أهم شيء أهم شيء أني أنا للحياة الأبدية لأن العالم كله هينتهي هذه الأمور الموجودة في التباينات بين البشر من جهة الاستمتاع بالدنيا ولا غيره كله هينتهي وكله أمام الله ملهوش قيمة بالمرة أصدق الأمور الزمنية ملهاش قيمة بالمرة لأنها كلها هتنتهي وحتى من جهة خليقة الإنسان الإنسان بأعضاء مختلفة في الجسد ممكن الرجل تبص للعين كأنها العين أعظم من أحسن من الرجل وممكن اليد تبص للعين كأنها أحسن من اليد لكن في الحقيقة القدم واليد والعين كلها أعضاء مكملة بعضها لبعض وكلها أمام الله لها احترام خاص وحتى زي ما بيقول الرسول الأعضاء القبيحة لها جمال أفضل فالإنسان اللي مش بيستمتع بالدنيا اللي ما عندوش الإنسان اللي ما تعلمش الإنسان اللي مش أبيض الإنسان اللي ما عندوش مش غني كله الله بينظر ليه باحترام أكثر والرب يسوع نفسه بيذكر لنا مثل في إنجيل لوقة عيثين كسحة 16 مثل الغني ولعازر العازر كان مضروب بالقروح عنده شوكة في الجسد صعبة جدا مضروب بالقروح وكان فقير والغني كان بيحتقره وكان يشتهي أن يملأ بطنه من الفتاة الذي يسقط من مائدة الغني ما كانش حد بيديله لكن في الآخر يقول الكتاب مات الغني ودفن ومات لعازر وحملته الملائكة إلى السماء شوف الفرق الكبير بين لعازر والغني لعازر محتقر في الدنيا من الناس لكن محترم من الله كان مؤمن ينظر الله لأنه كان مؤمن ينظر الله له بتقدير واحترام وفي الآخر وصل السماء والغني راح العذاب الأبدي ما كانش مؤمن لأنه ما كانش مؤمن لأنه ما نفكر الناس لأنه واحد غني مش لأنه غني فيه أغنياء قديسين وفيه فقراء مش مؤمنين أشرار لكن أنا أتكلم عن الفرق أنا أتكلم عن الفرقات الدنيوية الاجتماعية هذا نركز عليه لكن المهم الإنسان يعرف الله وينال الحياة الأبدية له تقديره واحترامه من الله ليس من البشر أمين أشكرك جدا دكتور ناجي من فضلك عم تسمعني أيوب بحسب أيوب 23 كما قرأنا في الصحة 23 بيقول هكذا تعين لي أشهر سوء يعني شهور سوء وكأنه عم يتكلم بسبب التجربة اللي مار فيها يعني بتكأنه حاسس أنه ربنا كتب عليه شقاء ويمكن البعض بيقول لك المكتوب على الجبين لازم تشوفه الآن هل نحن نستطيع أن نقول أنه أيوب عم بيعلم فكرة أنه هو مسير وليس مخير وخلاص كده والرب أمر كده فممكن نوضح الأفكار دي من فضلك طبعا لا وطبعا الرب قال أننا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل نعم لما بناخد الحياة الأبدية زي ما سمعنا عن طريق رب يسوع ليصبح لحياتنا الأرضية معنا إحنا مش عايشين بس عشان نخلص والموت والروح الأبدية لا إحنا عايشين عشان نخلص فكرة الله في حياتنا الآن كل يوم هو عطية من الرب ونفرح بيها ونتمتع بيها نعم فكرة إن الإنسان مخير أو مصير إحنا طبعا لينا اختيارات ونقدر نغير الأحداث حسب فكر الرب لحياتنا لكن يا أسيس جون لما الرب عطى مثلا الوزنات فيه واحد خد عشر وزنات واحد خمسة واحد واحد مش المشكلة قد إيه أنا خد المشكلة القضية أنا بعمل إيه باللي الرب عطاهوني فلو الرب عطاني صحة أنا باستخدامها إزاي لو الرب عطاني علم أنا باستخدمها إزاي لو الرب عطاني فلوس أنا باستخدمها إزاي هو ده المهم وعلى فكرة ممكن جدا الظروف الصعبة تربي فينا أشياء جميلة جدا وهمة جدا فمكتوب في سفر الأمثال إنه جيد للرجل أن يحمل النير في صباة النير ده حاجة إيلة أو ما هيش حاجة يعني مفرحة لكن يقول لما بحمل النير في صباة بتقوى عضلاتي وباب أنافع فيما بعد فالفكرة إنه ممكن جدا إنساني تولد في ظروف صعبة بإمكانيات محدودة لكنه بالاتكال على الرب يتحرك لهتام أنا كنت بادرس قرير يا سيد جون حياة واحد اسمه مايكل فارداي مايكل فارداي ده رجل مشهور قوي في الفيزياء وفي الكهرباء ويمكن بالشغل اللي عمله إن إحنا قادرين نتكلم دلوقتي على سكايب وأنا في سكتلندا وإنت في سيدني وقدرين نتواصل بشغل هذا الشخص لما شوف حياته نشأ في عائلة فقيرة جدا أبو كان حداد وما رحش المدرسة فكانت النتيجة إنه بالليل كان بيقعد مع شوية شباب زيه يعودوا يتعلموا يتكلموا يتعلموا الإراية وكان فيه محاضرات بتتعمل في الـ scientific society اللي عندنا هنا في بريطانيا في الـ royal society فكان بيروح يحضر وكان في الوقت ده بيشتغل في مطبعه بيشتغل يجلد الكتب فقعد كتب المحاضرة بالتفصيل محاضرات السلسلة المحاضرات دي وعمل لها بايندينج عمل لها تجليدة وعطاها للمحاضر المحاضرات بسط منه جدا وراح عزمه عشان يشتغل زي فراش في المكتب بتاعه بعد شوية فرادا ده بقى هو رئيس القسم بتاع الفيزياء دي قصة حقيقية ممكن الناس تتابعها على اليوتيوب وعلى المصادر المعروفة للمعلومات يعني لو عملت سيرش على مايكل فرادا وده كان إيمانه عميق جدا بالرب وكان ينتمي لمجموعة من الأطقياء اللي بيرفضه أي مجد أرضي وكل ما يتعرض عليه درجة علمية أو درجة تكريم زي سير وحاجات زي كده كان بيرفض ذلك تماما لأنه كان حياته للرب ده كان بفهومه عن التقييم على فكرة ما فيش غلط في رأيي إنه يبقى فيه إكرام من العالم وتقدير للمؤمنين ده شيء جميل اللي عايز أقوله إنه ده إنسان نشأ في ظروف صعبة جدا جدا وكان ممكن يقول أنا ما خدتش قدر من التعليم في المدرسة وبالتالي هعيش بس على قدي الراجل ده عمل حاجات عظيمة جدا في الكهرباء وفي الفيزياء زي ما بقولك إحنا يمكن بنا استمتع باللقاء ده عن طريق السكايب والالكونيكشنز والإنترنت والكهرباء والحاجات دي من مايكل فاراداي اللي عايز أقوله الظروف مش هي اللي بتشكلنا الظروف ممكن تكون وسيلة تخليني أتقدم لقدام أو ممكن أعد قندب حظي وأقول أنا ما عنديش ما عنديش لأ شوف عندك إيه وتتحرك بيه الشخص اللي جاب الخمس خبزات شعير يعني مش حتى قمح خمس خبزات شعير وسمكتين للرب ما عادش يقول دي كمية قليلة وده على قد الغدى بتاعي ومش هتديه حد لما بنحط إمكانياتنا حتى الضعيفة في إيد الرب الرب بيستثمرها فاللأنا عايز أقوله إن حياتنا هنا ليها معنى وحياتنا في الأبدية ليه عطية من الله بالروح الكدس بالرب يسوع المخلص دي عطية ما نقدرش ندفع تماما دي عطية عظيمة لما بناخد العطية لديه وقتها في حياة الأبدية بتخلي حياتنا هنا معنا وعلينا إن إحنا نجتهد في كل شيء الرب بيدهولنا علشان نكون سبب بركة آمين أشكرك جدا أحبائي كما تعلمون إنه نحنا عم نستلم رسائل بالفيسبوك من خلال طبعا المشاهدين في رسائل كتيرة عم تصلني أحد الرسائل بتقول إنه من أخت رباب بتقول هل إنه أيوب ولد في منطقة الشوف منطقة اسمه الشوف بلبنان لأنه بتقول للدروس بيقولوا إنه هو نبيهم فنحن لا نعرف إنه أيوب هو من أرض عوص فيه أرض عوص أرض عوص ما خاصة بلبنان فأنا مش عارف ليش الدروس أعتبروه نبيا لهم مش عارف لأنه لازم إرجع للمراجع بس لا هو مش باللبنان خالص خالص النقطة الثانية اللي أنا بدي أتكلم عنها قبل ما يروح مني الوقت وعدد شخص كان كتير عم يتهجم علينا بالفيسبوك لكن نحن طبعا بالنا طويل ومنحب الكل ومنصلي لأجل كل وعدتوا إنه جاوبوا علنا بالفيسبوك بالتلفزيون مش بالفيسبوك سأل سؤال إنه كتابكم فيه تناقضات نحن عم نعمل حلقات نصرت عمل جزئين جزء أول وجزء تاني بعنوان حلقة خاصة لغير المسيحيين عملتها خاصة خاصة مع الأخ المبارك الأخ عياد زريف بصلي من أجله إنه رب يبارك ويبارك حياته وخدمته طبعا يا ريت الأحبة اللي عم يسمعوني يرجعوا لهذه الحلقات باليوتيوب حلقة خاصة لغير المسيحيين جزء أول وجزء تاني سأل سؤال إنه ليش ما فيش تناقضات فيه تناقضات إنه لما تتطلع بنسب المسيح بحسب بشارة لوقة لصحة الأول سوري لصحة الثالث وبشارة متة لصحة الأول بتلاقي إنه فيه فوارق يعني نحن خليلنا نكون منطقيين مش لأنه نحن مسيحيون عم ندافع عن حالنا لما كتبت الأنجيل البشائر الأربعة هو أنجيل واحد بس بشائر بنسميها لو اليهود شافوا إنه هيدا خطأ فادح كانوا أول ناس هاجموا الكتاب المقدس في بداية القرن الأول ولو إنه شافوا الرسل الأفاضل الرسل المسيح اللي بسمونه الإسلام الحواريون لو إنه شافوا إنه هيدا خطأ فادح كان حالا ضبضبوا بشارة من البشارتين وقالوا يا جماعة ما تستخدموش دي أو صلحوا الخطأ لكن بقيت الكنيسة محتفظة ببشارة متة وببشارة لوقة مع اختلاف النسب ليه؟ لأنه متة ركز على أن النسب القاتي من جهة داود أتى من جهة سليمان من جهة يوسف خطيب مريم رجل مريم بسمي الكتاب وذوقه بالصحة التالية تركز على داود نثان ابن داود سليمان ابن داود بمتة نثان ابن داود جاء من نسله الجهة اللي جاي منها العذرة مريم فيا حبيبي يلي عم تهاجمنا أنا قلتلك بعدك على نرح مش هاجمك فهمك أنه ما تفكرش حالك أنك أنت فهلوي ولقيت الخطأ دايما نتذكر أنه لما بتهاجم هاجم بتروي وأنا حبيت وعي أخوتنا المسلمين لما حد بيقلك فيه خطأ بالكتاب المقدس أو تناقضات اللي أنا حسب ما عم بسمع ما فيش ولا تناقض واللي بيقلك فيه تناقض اللي له تفسير خاصة تفسير خاصة فالرب يعطينا نعمة طبعا قلت لنا نفس الشخص قال أنه البابا شنودة عمل حوار مع الشعراوي والحوار ده الشعراوي يعني كسر المنبر كما بيقوله يعني حبيبي أنا بعرف أنه البابا شنودة عنده إجابات صارمة جدا جدا وشخص بليغ وضليع ضليع جدا في المعرفة العامة والكتاب المقدس بس بديلك شغلة نحن لا نتكل على مين بيربح مين نحن نتكل على أنه كلمة الله هي حية وفعالة وأمضى من كل سيف دي حدين نحن نتكل على عمل الروح القدس في الإنسان نحن نتكل أنه الأستيس فاي ربح علي بالجولة وبالحوار ولا أنا ربحت عليه البشر بيضا البشر لكن عندنا كتاب هو من رب البشر دائما نذكر الشيء بالزمان أحمد ديدات قال يا ربي تخرس الإنسان اللي عم يحكي غلط كان عميلا من مناورة وحوار مع أحد القصاوسة قام الرب سمح أنه هو يصير معه فالج ولا شماته ويصير معه ستروك يعني شو بيصير معه ستروك بالعربي جلت في المخ ومسكين تخرسا معه يقدر يحكي وبتقدر تشوف الفيديوهات بنفسك بيبقى عم يعمل آه ويش عم يقدر يحكي مسكين لكن هو طلبها هو طلبها وصير عنده شلال كامل ومات فنحن برضو لأنه هو قال كده منقول نحن انتصرنا لا دي حالات لكن أهم شيء نركز على كلمة الله اللي بتوجهنا للخلاص وقبول الرب يسوع المسيح المخلص اللي جاء من السماء واخد جسد بشري ومات بإنسانيته طبعا هو الله ومات بإنسانيته على الصليب حتى حقق لنا الفداء وغفران الخطايا ربي بارككم أحبائي وبصالمي كل قلبي أيها الأحبائي المقاومين أنه تكونوا حارسين لما بتهاجموا لأنه ما تفكروا أنه الواحد مننا نغري مسك الدين من ديله لا هذا موضوع كتير مهم جدا ربي بارككم أسيس ناشد إذا حضرتك معي على الخط وبتحب تقولنا أي حاجة ياريت معاك أسيس الأسيس ناشد معنا على الخط حد مخرج معاك أسيس أي أسيس ربي باركك هو فيه مواضيع كتير بحسناها بتحب تدخل على أي حاجة منها ولا نسأل سؤال آخر لا حقيقة موضوع من الموضوعات الخطيرة جدا هو معضلة الألم نعم الألم بيقولوا عنه أنه هو أكبر تحدي أمام الإيمان المسيحي مرة واحد فالسوف اسمه أبي كور قال تعبير رهيب جدا الأمام قضية الألم دي عندنا ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول أن الله يريد أن يرفع الألم لكنه لا يستطيع والاحتمال الثاني أنه يستطيع لكنه لا يريد والاحتمال الثالث أنه يستطيع ويريد الاحتمال الأول أنه يستطيع يريد ولا يستطيع فهو عاجز وإن كان يريد ولا يستطيع يعني الاحتمال الثاني أنه يستطيع ولا يريد فهو شري هو بيقول كده وإن كان يستطيع ويريد فهما تفسير وجود الآلم في حياة الكسرين من البشر فمحضلة الآلم هي مشكلة كبيرة عند البشر لماذا يسمح الله بالآلم حقيقة حتى صحاب أيوب لما بص واحد في صحاحة أربعة قال له أزرعونا شقاوة يحصدون أكيد أنت زرعت وجي اليوم اللي بتحصد فيه التاني في صحاحة 8 قال له كده هل الله يعوج القضاء يعني إذ أخطى إليه بنوك دفعهم إلى يد معصيتهم يعني أكيد تستاهل التالت شد معاه في صح 11 قال له أنه تعلم يعلمك أو تعلم خفايات الحكمة لأن الله يغرمك بعقل من اسمك اللي انت فيه ده أليل عليك وأنا في الحقيقة في مشكلة الآلم لما بشوف شخص متقلم نفس أقول التعبير ده عندما تزور متقلما يعني لتسنده بمعونة بكلام سندة ومعونة أو تتركه لخالقه دول صحاب أيوب قال لهم كلكم معزون متعبون أطباء بطلون وحتى هو قال تعبير لمسني جدا قال ترفقوا ترفقوا يا أصحابي لأن يد الله قد لمستني الإيد دي مش غريبة علي الغريبة يا أستيس أنك لما تيجي في نهاية صفرة أيوب الحاجة اللمسيتني جدا جدا أنه يقول كده من التعبيرات القوية أنه الرب لما تعامل مع أيوب يقول لصحاب أيوب أنتم لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب طب دور في الصفرة تلاقيه الصواب كان الرب بيقول أنا عارف أنه كان مضغوط أنا عارف أنه كان تعبان أنا عارف أنه كان تحت ضغط الألم وفي الحقيقة كان عندي أنا شخصيا كمؤمن مشكلة مع موضوع أيوب ده وأنا في بداية إيمان هو أيوب ده عسكري في الشطرنج كده ترمي قصة بين ربنا وبين الشيطان يروح فيها أيوب وفي الحقيقة أيوب يعني ضاع عشر أولاده في يوم واحد كان المصنف أعظم بني المشرق يعني لو صنفت الأغنياء في المشرق يطلح هو رقم واحد وبعدين تضيع صحيته جاله مرض نادر عبارة عن كانسر في الجلد ده ما كانش ليه حل وقتها ولا طيب غير أن يقعد في رماد حريقة ليه الرماد فيه مادة كوية بتيجي على الجروح اللي متفتحها بتنزل مية ودم وبعدين تعمل تابريد شوية لما المية والدم يتحدو مع الرماد يعمله زي طبع عزلة يجيب شقفة فخار وشيل الطبع من فوق عشان الرماد تنيجي فمنظر مؤلم جدا واحد يقول لله يغرمك بقى أقل من اسمك مرة من المرات سألت ربنا سؤال رهيب جدا ليه يا رب ليه ليه سمحت مع أنه أيوب الرب يشهد عنه أنه رجل كامل ومستقيم يتقى الله يحيد عن الشر صحة تنين يقول ليه ليس مثله في كل الأرض كله هو كامل مستقيم يتقى الله يحيد عن الشر ليس مثله في كل الأرض يعني بعض الخدام يقول لك أيوب كان عنده بر ذاتي عم جتها منين إذا كان الله بيقول عنه كامل ومستقيم يتقى الله يحيد عن الشر ليس مثله في كل الأرض مرة ركعت كده قدام ربنا وحطيت إيده على آية دي وقتل له ليه سمحتله بالآلم وكان رد ربنا جوايا بقوة أنه الشيطان كان عايزني أرفع صور الحماية عن أيوب عشان يدخل يدهسه تحت رجليه بس أنا كان غرضي أرفع صور الحماية عشان أوسعه وعشان أبركه وعشان أديله أكتر وعشان يبقى هو سند لكل متألم قصة أيوب ملهمة في موضوع الآلم في الحقيقة حتى صبر أيوب ملهم في موضوع الآلم مليان قوي قوي أقول لكل متألم النهاردة أنه في وسط آلمك تتقابل مع رئيس الحياة في وسط آلمك استنى سندة من الرب الرب يقول كده بعد ما تقابل مع أيوب طرح عليه حوالي سبعين سؤال من الصحة 38 ل41 أيوب ما جاوبش على ولا سؤال بس بعد ما خرج من الموضوع ده يقول بسمع الأزن قد سمعت عنك والآن قد رأتك عيني زمان قبل الآلم كنت بسمع دلوقتي بقيت بسمع وأشوف أدي بعظم الرب لأجل الآلم اللي يخلينا تقابل معه وجهاً لوجه ويخلي إيده القوية يعني رئيس الحياة أشوفه في وسط آلمي وقاليه يقوله في أيوب 35 عشرة يقوله ألن يقوله أين الله صميع مقت الأغاني في الليل وبعدين يقوله أيوب إيه وإن قلت أنك لست تراه فالدعوة قدامه فاصبر له كان عايز يقوله أليه حتى لو مش شايفه أيوب طلبك على مكتب سيدك دي الرسالة اللي نفسه أقولها لكل واحد متألم بيسمعنا النهاردة إعلان من قلب ربنا لقلبك طلبك على مكتب ربنا ربي باكك أشكرك جدا الله يبركك أسيس إبقى معنا حتى نأخذ من حضرتك تعليق ثاني وثالث إذا رب سمعنا ثالث ورابع عصدي ربي باكك أسيس بتحب تزيد نقطة معينة لأنك تحابي بركز شوية كمان على أنه لازم يكون عنا اكتفاء وقناعة كبشر بأنه كل ما نحن فيه وعليه إذا فعلا عايشين بخوف الله لازم يكون فعلا يعني نرضى به ونصبر للرب نشكر رب عايز الأول طيب معلش فيه عبارة قالها الدكتور ناجي عايز أركز على الحتة دين في الأول وبعد كده نتكلم زي ما الدكتور ناجي ذكر قال أن الناس بتقول الإنسان مسير ولا مخير مسير ولا مخير في الحقيقة العبارة دين غلط جملة وتفصيلا ما فيش حاجة في الكتاب المقدس اسمها الإنسان مسير لو كان الإنسان مسير يا أسيس جون كان كل الناس خالصت ما كانش حد يروح الجحيم خالص ليه لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ما فيش حاجة اسمها الإنسان مخير أم مسير في حقيقة الأمر فيه مختارين وفيه ناس رافضين لله ورافضين للإيمان الله أوجد في قلوب المختارين الإيمان لكي يؤمنوا ويقبلوا أما غير المؤمنين فالله لم يوجد عدم الإيمان والرافض في قلوبهم الله أوجد الإيمان إحنا كمؤمنين هي نعمة 100% من الراب نحن لم نخلص أنفسنا نعمة 100% من الله هو الذي اختارنا أما غير المؤمنين فالله لم يوجد في قلوبهم الرافض وعدم الإيمان لكن هم الذين رفضوا الله ورفضوا الإيمان بالله عن طريق الرب يسوع المسيح الوسيط الوحيد بين الله والإنسان الكتاب المقدس بيعلمنا أنه فيه بالفعل اختيار لكن في المقابل ما فيش حاجة اسمها أناس غير مختارين اللي بنقول عليهم غير مختارين اللي بنسميهم ما بيقولش عليهم الكتاب المقدس خالص اللي بيفترض الناس أن دولا غير مختارين في الحقيقة المسيح بيورينا أنهم هم اللي رفضوا وهم اللي مسؤولين عن رفضهم وهم المسؤولين عن دينونتهم في إنجيل يحن أصحح 6 وخاصة لو أطعتك أنه بما أنه مكتوب الله هكذا أحب الله العالم معناها الله أحبهم وزي ما حضرتك قلت أنه الله يريد أن جميع الناس يخلصون وهذا مكتوب في الكتاب فإزاي ربنا يقول حاجة ويعمل عكسها؟ لا مستحيل هم يعني زي ما قال بطرس يخفى عليهم هذا الشيء بإرادتهم مصبوط مية في المية هم مسؤولين في إنجيل يحن أصحح 6 بيتكلم الرب يسوع المسيح عن الموضوع ده بصورة واضحة جدا بيتكلم عن أن الله اختار والتنين هم الذين رفضوا هم المسؤولين عن رفضهم لأني دعوتوا فأبايتم يقول الرب في إنجليو يحن أصحح 6 اسمع بنعمة المسيح في عدد 37 الرب يسوع المسيح بيقول يحن 6 سبعة وثلاثين كل ما يعطيني الآب فإلي يقبل ومن يقبل إليه لا أخرجه خارجا فهنا في عطية الآب المختارين بعدها على طول في عدد 40 لأن هذه هي مشيئة الذي أرسلني أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له الحياة الأبدية إذن من ناحية فيه اختيار من ناحية تانية لازم تؤمن أنت المسؤول أنك ترفض أنت المسؤول نفس الفكرة بتتكرر ثلاث مرات في الأصحاح في عدد 44 بيقول لا يقدر أحد أن يقبل إليه إن لم يكتذبه الآب الذي أرسلني ونقيمه في اليوم الأخير في عدد 47 بعدها على طول بيقوله الحق الحق أقول لكم من يؤمن بي فلاه حياة أبدية نفس الحكاية في عدد 65 فقال لهم للتلاميذ لهذا قلت لكم إنه لا يقدر أحد أن يأتي إليه إن لم يعطى من أبيه بعدها في عدد 69 بطرس بيقول بالنيابة عن التلاميذ بيقول للرب ونحن قد آمنا يبقى فيه صحيح فيه مختارين لكن من ناحية تانية فيه عدم مؤمنين هم اللي رفضين هم اللي رفضوا المسيح والموضوع ده أسيس جون صحيح بالنسبة للمؤمنين موضوع يسبي القلب وموضوع يخلي المؤمن يسجد لما أحس أن أنا مختار من الله ده خلي المؤمن يسجد ويشكر فالموضوع ده مش بس موضوع تعليمي للمؤمنين في البعض يقول لك متكلمش عن الاختيار مع غير المؤمنين ده موضوع تعليمي للمؤمنين لا ده موضوع تبشيري كمان ده موضوع تعليمي وموضوع تبشيري في أصحاح ستة من إنجلي وحنة اللي اتكلمت منه الرب يسوع المسيح بيتكلم معه اليهود اللي رفضوا بيكرز ليهم يقول لهم آمنوا بالذي أرسلوا بيكرز ليهم فالموضوع ده موضوع كرازي أيضا لما أقول لواحد لو قلت لواحد غير مؤمن الله ما عندوش السلطان الكامل الله ما عندوش السلطان الكامل بالتالي الله يبقى ما يقدرش ما عندوش السلطان أنه يخلصني ويحفظني ويدينا حياة أبداية لكن لما أقول للخاتي الله الله صاحب سلطان مطلق وفي سلطانه وفي قدرته يستطيع أن يخلصك ويستطيع أن يحفظك يستطيع أن يخلصك ويستطيع أن يحفظك للحياة الأبدية زي ما قال الرب يسوع المسيح في إنجيل يحنى أصح عشرة خرافي تسمع صوتي وأنا عرفها فتتبعني وأنا أعطيها حياة أبداية ولا انتهي لك إلى الأبد ولا يستطيع حدا أن يخطفها من يدي لما أقول للخاتي الله يحبك عايزك تيجي للمسيح وتؤمن به والله في سلطانه المطلق وقدرته غير المحدودة يستطيع أن يخلصك خصوصا أن الرب يسوع المسيح ابن الله الحي أتى من السماء ومات لأجلك لكي لأجل خلاصك فلما تقبل تؤمن زي ما بقول للرب يسوع المسيح لأن اللي بيرفض هو مسؤول عن نفسه فلما تؤمن الله في سلطانه المطلق وفي قدرته المطلقة يستطيع أن يحفظك في يده للحياة الأبدية فموضوع الاختيار لا يوجد شيء اسمها الإنسان مسير الإنسان له الحرية المطلقة أن يختار المسيح أو أن يرفض المسيح والله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحقيق شكرا جدا أخت نهال لا يسامحيلي قليلا إذا في مجال أخذ التعليق من الدكتور ناجي لأنني طولت على الدكتور ناجي معنا الأخت نهال على التليفون بس سأخذ التعليق من الدكتور ناجي حتى ما طول كثيرا على حضرة الدكتور دكتور ناجي من فضلك عم تسمعني من فضلك الدكتور ناجي في آيات دكتور ناجي إذا عم تسمعني بتقول بالكتاب المقدس أنه بيعمل رسل 17-25 أنه الله يعطي الجميع وبيقول يعطي حياتا يعطي الجميع حياتا ونفسا ومش بس حياتا ونفسا وكل شيء يعقوب واحد خمسي بيقول أنه إن كان وإنما إن كان أحد تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له طيب وبرجع بإلنا بحسب يعقوب واحد خمسة عشر كما بدأنا في البدايات أو خمسة عشر ست عشر سبت عشر السبت عشر بيقول كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران فإذا دكتور ناجي إذا كان موضوع الحياة لما أعطانا نور الحياة بيقول لك يعطي الجميع حياته نفس وبيعطينا كل شيء وبيعطي الجميع بسخاء ولا يعير وكل عطية صالحة هي من فوق فإذا دكتور ناجي نحن أمام مسئولية ضخمة جدا بني البشر نحن أنه إذا تذمرنا كأننا عم نتذمر على على حكمة الخالق وعطايا الخالق وبالتالي نحن الذين لا نفهم البعد الرحاني اللي نحن دخلنا فيه وعم نتذمر على الله الذي يريد أنه كل خير فاضل أخي قال دكتور فاضل شكرا طبعا التذمر ده شيء ما يجب أن يكون في حياة المؤمن بالمرة حتى في الظروف الصعبة لازم الظروف دي زي ما قلنا الرب بيستخدمها عشان يشكل حياتنا نعم الآية المشهورة اللي بيقولها الرسول بوليس في فليبي أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني نعم الآية دي لما نشبت طهرينة بيقول أستطيع أن أجوع وأستطيع أن أشبع أستطيع أن أحتاج وأستطيع أن أستخدم فهي مش معناها أن أعمل الحاجات الضخمة العظيمة بس بمعناها برضو في الظروف الصعبة يكون عندي قناعة ويكون عندي رضا ومش معنى الرضا هو الخنوع مش معنى الرضا لما يكونش عندي أهداف وأمال أقدر أحققها لقدام زي ما خبرتك أردت لنا يا سيس جون الله هو مصدر كل أطية صالحة وكل موهبة تامة نعم علشان كده أنا لازم أطلب وعشان أطلب الرب هيضربني وهيحرقني أنا مش هقعد في مكاني وأقول ربنا هيبزقني بالعطايا الصالحة أنا لازم أتحرك وأسير حسب فكرة الله لحياة كل واحد فينا نعم وعلى فكرة إحنا مش بنقارن نفسنا ببعض إحنا بنقارن نفسنا بالهدف اللي الله حطه قدامنا فالله ما عندوش فوتو كوبيا ماشين ويروح عامل خطة لكل المؤمنين ويبعثها لكل الناس في الوقت واحد ده عندو خطة تفصيلية لحياة كل مؤمن ومؤمنة في العالم كل مهمتي أني أتعرف على فكرة الله وحققه برغم الظروف الظروف ما هيش عائل الظروف ما أقدرش أقول الظروف وحشة فسول بوليس كان ممكن يقول الظروف وحشة وأنا تسجنت وهبطت الخدمة واستريح لأنه كل حاجة مقفلة في وشي ما ينفعش ده بالعكس كان بيستخدم حتى الوقت اللي هو موجود فيه في السجن عشان يبشر بالإنجيل عشان كده لما بيكتب مثلا برسالة روميا يقول لهم اللذين في بيت قيصر بيت قيصر ده سمعوا منين عن الرب من الجلود اللي كانوا بيحروصوا بوليس وبيسمعوها بيبشر واتنقلت البشارة إلى بيت قيصر اللي عايزة أقوله مش هنقعد نمع الظروف أو نشتكل من الظروف الصعبة اللي بنعدي فيها على فكرة أنا مش بقلل من صعوبة الظروف بالمناسبة مش بقلل من ألم أي إنسان الرب بيحترم هذا الألم بشدة لكن في نفس الوقت لازم نتحرك من نقطة الألم إلى نقطة الأمل والتحرك لأدام حسب فتوى الله في حياتنا أمين أشكرك جيدا الدكتور ابقى معنا من فضلك حتى متابع الأخت نهالي ربي باكك آسف أنه طولت على حضرتك أخت نهالي ربي باكك سمعاني حضرت المخرج أنا مش سامع ألو أخت نهالي ربي باكك إزاي حضرتك ربي باكك أنا آسف أنه طولت على حضرتك لا مفيش مشكلة على السلام ونعمل حضرتك يا سي جون وقالت سلام على سوتك والرب يحنيك ويحفظك من كل شر وشبه الشر ورحب بضيوف الأقاضل حضرت الأسيس ساي وحضرت الأسيس ناشد والصديق الغالي على قلبي أنا شخصيا الدكتور ناجي الرب يبارك الجميع ويعوضكم تعب محبتكم الحقيقة يا سي جون اتباركنا كتير بالكنوز اللي طلعتوها فأنا بحيي حضرتك على اختيار المواضيع الرائعة اللي بتلمس حياتنا فعلا وأنا فعلا بعلن في أول كلامي أنه لا حياة لا حياة من غير الرب يسوع وده مش تعصب لكن لأنه مكتوب عنه أنه هو رئيس الحياة صحيح فيبخت اللي بيتعرف عليه ويسلم له الحياة لأنه هو وحده المعطي الحياة الأبدية فكما يقول الكتاب من له الابن له الحياة ومن ليس له الابن فليس له حياة أبدية بل يمكس عليه غضب الله وغرضنا من كل هذه البرامج أن كل مشاهد يتمتع بحياة أبدية اللي هي عطية العطاية ويهرب من الغضب الإلهي وأصلي من كل القلب أنه محدش يعاني دلنهاردة لأن الوقت مقصر والفرصة هي الآن وشبكة نعمة الرب عايزة تضم الكثير فأنا الحقيقة عندي أكتر من سؤالي أسيس جون الأسيس في قال أن تغيير اللون الأبيض والأصمر والطول والقصر بسبب دخول الخطيئة الحقيقة مش قادرة يعني أفهم أو أقتنع أن المثل بتاع الإنسان المولود أعمى كان واضح وقال لهذا أخطأ ولا أبوات حضرتك قلت آه ده مش بسبب خطيتهم لكن بسبب الخطيئة الأساسية اللي دخلت العالم فسبب عدم اقتنع يعني أنه في ناس كتيرة مولودة معواقة إما إعاقة ذهنية أو حتى إعاقة جسدية وفي ناس مخلوقة من غير أي إعاقة على الإطلاق فإزاي تكون بسبب الخطيئة اللي دخلت للعالم كله فأرجو التفسير من فضلك السؤال الثاني حضراتكم ذكرتم أنه في السماء هيجي لنا وقت ونبص الوراء ونقول واو ده فعلا العالم ما كانش يستاهل الجاري وراه ده الرب كان يستاهل أن يأخدمه أكتر من كده إلى آخره وكأن اللغة فيها ندم أو بين قسين كده يخسارة لو كان الواحد حسبها صح ما كانش مفروض يعمل كده وكده فسؤالي هنا هل في السماء أي صورة من صور الندم ده السماء كلها أفراح فأرجو التوضيح من فضلكم وآخر حاجة للدكتور ساروكتار يا أخمي ساروكتار ما علاش أكتر آخر واحد بيقول أنه أيوب كان بيسب الحياة أو إلي لما قال موتي خير من حياتي وإحنا كمان لما بنتعب من الحياة وألمها وبندعي على نفسنا بالموت وينقول كده ياريت الواحد يموت ويخلص من ألام هذه الحياة هل ده يعتبر تزمر وخطية في نظر الله أم لا مجرد ضعف بشري ومن الضغطة الواحد بيتفوه بمثل هذه الكلمات أسفل الإطالة والرب يباركه ربي باكيك ربي باكيك معك السيس ربي باكيك وفي نوع من الألام بحسب رمية ثمانية اسمه ألام الخليقة كلها الخليقة كلها تأن وتتمخض ويقول حتى نحن الذين لنا بكرة الروح نأن في أنفسنا بس ما نتمخاتش متوقعين في ده أجسدنا لكن طبعا أنا أؤمن بصلاح الله وأن له مقاصد صالحة الله صالح كل الوقت حتى في بعض الولادات زي المعاقين ذهنيا أو جسديا أنا أؤمن وده عندي حقيقة ممكن ده أكتر من رأي أنه لهذا أخطأ ولا أبوال لكن لتظهر أعمال الله ولتظهر نعمة الله فيه زي المولود أعمى وزي قصص كتير في الكتاب المقدس زي الأصم الأعقد اللي الرب يعني يعني جيت مجد وعمل معاه أمور عظيمة في مرء السبعة وكمان عندي قصتين كبار قوي قوي أقدر أخذ منهم يعني رئيس الحياة بحسب عنوان البرنامج النهاردة ودول معجستين كبار في انجيل يوحنى صح 9 وصح 11 ليه المعجستين دول كله معجزة خادت صح كامل لأنه في الحقيقة المولود أعمى في صح 9 الرب اداله صح كامل عشان دي عملية خلق الرب جاب الطين وطلع عنين وده بيقول أنا بخلق له عنين من جديد وطبعا 11 العذر اللي كان قد أنتن اصحح كامل عشان يقول الرب إن الأجهزة اللي تحللت الكبد والرأتين والقلب والعنين ربنا عمل أجهزة جديدة لأنه رئيس الحياة فأنا أؤمن إن سمح الله في ناس معاقين زي ناس كتير عندنا على الساحة بدون ذكر أسماء دلوقت معاقين جسديا لكن الله استخدمهم بركة للعالم كل هل السؤال التاني هل في السماء سيكون ندم لا في الحقيقة أنا أؤمن إنه في السماء سنصل يكون مثله الندم يكون هنا عشان إحنا في الحقيقة لازم نحسبها صحة هنا ولازم نعيش هنا بحسب كلمة الله الندم بعد فواتي الأوان ده حاجة رهيبة جدا طبعا في الأبدية نتمنى قدام كرسي المسيح إن إحنا لو كانت حياتنا أفضل بكثير عشرات المرات كان الموقف هيبقى مختلف لكن أنا أقول إنه كل مؤمن ومؤمنة خلينا عيش الأيام اللي الرب الدهالي هنا كمنحة حياة إن أنا كن نور نور ومالح ده الرب حطه على قلبي بالنسبة السؤال الأول المعاقين السؤال الثاني بالنسبة للندم فيه سؤال ثالث التزمر التزمر في الحقيقة الله بيبص مش قصة التزمر لما كان إلي عم بيقول موتي خير من حياتي هل إلنا نحن في وضع الضيق نتكلم كده ومفكر كده هتفضل بص أسيس الله أب ومرات كتير في وقت الآلم يعني لما إلي في صح تسعتاشر في الملوك الأول حط عينه على نفسه يعني يقول في هذا الصح هم يطلبون نفسي فهربتوا لأجل نفسي فجي في الآخر قال له فأخوز نفسي لما بحط عيني على نفسي بلا شك إنه أنا بكع باله وبقع في الطريق لكن الله أب يعني أيوب يقول له خدني يقول له طب قوم كل أنا بقول لك خدني توكلني أنا عارف بس المسافة طويل عليك والغريب إن الرب ما عاتبوش في البداية يعني الرب ما عاتبوش ما قالوش ده حالك ده ده حال مؤمنين لكن الرب يقول له المسافة طويل عليك ولو ركزنا من ملوك في الأول 19 المرة الأولى بعت له ملاك قال له أم كل كان ونام المرة الثانية لو ركزنا أولا هلاقيه يقول ملاك الرب وملاك الرب ده واحدة من ظهرات المسيح في العهد القديم إنه راح له هو شخصية وده له كعكاية صغيرة يقول وصارة بقوة تلك الأكل أربعين نهارا وأربعين ليلة فضل مكم أنا معرفش الكعكاية دي كان فيها إيه بس اللي عرفه إنه الرب كان عملها له بإيده فأكيد كمل بيها فعشان كده أنا نفس أقول له كل متألم مش مش تصريح إنك تتزمر لكن عايز أقول الله بيقدر ألمنا وبيحس بينا حتى في الأوقات اللي مضغوطين فيها يعني يعني موسى الجنرال قال له قتلني قاتلا قبل أن أرى باليتي في 0 عد 11 اللي هي النبي الناري قال له خوز نفسي لأني لست خيرا من أبائي وهتلاقي مؤمنين كتير قاله للرب خدني بس تحت الضغوط الله عنده ثلاث يعني أو أربع أنواع من استجابات الصلاة في نص دقيقة عنده الاستجابات المعجلة بوترس يقول له يا رب نجيني فمد في الحال يده بس عنده استجابات مؤجلة يوعد إبراهيم ويجاوب بعد 25 سنة بس عنده نوع من الاستجابات اسمه الاستجابات المبدلة أقول له خدني يقول له قوم كل أقول له مضغوط وتحت الآلم يقول لي هرفعك وامسج بإيدك هو أب عنده الحياة عنده النور عنده الرفع بس النوع الرابع من الاستجابات استجابات مرفوضة مرة تقف قدام باب مقفول وابكي يقول إلى متى تنوح على شاول وأنا قد رفضته كفيني وقفة في حتة ربنا مش عايزها عشان الباب المقفول أنا مش قد الأمور اللي وراه أنا مش قد الأمور الصعبة اللي الله منحها عني أنا بصلي لكل حد متألم بيتابعنا أنه تتقابل معه النور والحياة هو قال كده أنا هو نور العالم ومرة يقول أنا هو الحياة هو ده اللي فيه حل وقت الألم وقت التعب أي يتقابل معاه وإلي يتقابل معاه وموسى في وقت من الأوقات شافه فعشان كده الحل للألم إن أنا تقابل معاه مقابلة شخصية أمين شعيز أطول عليك الرب يباك أسيس نشكر رب من أجل حضرتك حقيقة نشكر رب من أجل حضراتكم جدا جدا بصرعة وبعدين نكمل مع الأحباء الأخ ثروت بيقول رجاء رفع صلوات من أجلي ومن أجل أولادي لوفاة زوجتي ربي عزيك يا أخ ثروت ويعطيك نعمة في عيني رب صالح حتى في الموت الرب صالح لا يعمل إلا كل شيء بحكمة ولا يقدم إلا كل عطية صالحة حتى في الموت مكتوب عنه له للسيد الرب في الموت مخارج باسم المسيح بصلي يا أبانا إنك تعزي قلب ثروت وولاده وتعطي تعويض يا ربي عندما تأخذ شخص ما بتعوض تعويض سماوي من عندك باسم المسيح ولك كل المشد أساس شو الأمور اللي حط رب على قلبك بكم ديئة بس لأنه ما عاد لنا انف تايم بعد أن يمكن كم ديئة إجابة السؤال الأول اللي سألته الأخت I think مهم جدا نعم علشان نعرف خطورة الخطيئة صحيح زي ما قال رب يسوع عن المولود أعمى لهذا أخطأ ولأبواء نعم لكن الرسول بولس بيقول في روميا الخليقة للبطل نعم ليس طوعا بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء اللي أخضعها هذا آدم لو لم يسقط آدم في الخطيئة لما رأينا إطلاقا لموت والموت هذا يشمل كل شيء طبعا لموت ولا مرض ولا آلام ولا إعاقة ولا إعاقات لأن الخليقة الآن بسبب الخطيئة والسقوط الخليقة إن مصبوط نعم كل الخليقة إن وتتمخد معا إلى الآن إلى الآن بسبب السقوط في الخطيئة نعم لكن شكرا لله الله في سلطانه وفي محبته بيستخدم كل الأمور ديا لخيرنا أمين إزاي آدم طرد الله فلم يأكل لم يعطيه فرصة بعد السقوط أن يأكل من شجرة الحياة التي كانت في وسط الجنة في وسط فردوس الله لكن بسفر الرؤية آخر الكتاب مؤدس سيأكل من وسط في وسط في الفردوس الله والفردوس الإلهي غير الفردوس الأرضي الفردوس الإلهي ده في السماء سؤال سريع ما رأيك لأن الأخت نهال أنا لم يكن في وقت الأخت نهال تقول أنه لماذا سنندم نحن في السماء لا يوجد ندم هل المقصود الذي قاله للوحي المقدس أنه بحسب يحنى الأولى 2 28 ولكن والآن أيها الأولاد أيها المؤمنين ثبتوا فيه أي في المسيح حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه في مجيئه فإذا هل هناك في خجل لدى المؤمن أنه أصر لما يجي المسيح بالضبط بالضبط الخجل هنا بتكلم أنا كان عندي فرصة أني أخدم المسيح أكتر بصورة أعظم بصورة أكتر يعني هعرف تأصيري أخجل بسبب تقصيري بس مش هعود أبكي وخلاص لكن مش هعود للأبدية خجلان متهياء لدين هتأخذ لمحة البصر خجل أمام المسيح لكن بعد كده الرب فيه محبته وفيه سلطان المطلق يخليني أنسا بسرعة نقطة ثانية نقطة ثانية أضافية أنا أحب أزيل عليهم فضلا بحسب كرونتس الأولى ثلاثي بيقول إن احترق عمل أحد فسيخسر يخسر الأجرة والبركة وأما هو فسيخلص كما بنار طيب فإذا ده لما بيخسر الأجرة مش حيحس مش حيحس بي نفسه أنه هو أثر فإذا لابد فيه شعور مع أنه نحن في السماء ابتهاج وفرع لكن حيكون فيه شعور أنه أنا احترق عملي لكن أنا خلصت بنعمة المسيح كما ولو أنني مخلص بنار يخلص كما بنار هنا اللي هو المؤمن اللي فيه مؤمن ممكن سقط في خطايا نعم فالرب يقدبه النار دايما بتشير في الكتاب المقدس إلى التأديب لا يا أسيس معلش معلش لأنه لو أطعتك لا مهمة جدا هو مش عم يتكلم عن التأديب الأرضي هو عم يتكلم عن النهاية الأخيرة خلاص نعم برضو هنا بتكلم فيه أعمال 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 خشبية حاجات خشبية لم تمجد الله خشبية لم تمجد الله فستحترق وسأخلص ولكن كما بنار ده هنا برضو أفهمها عن المؤمن اللي أسر كتير اللي أعمل خطايا والرب أدبه من أجل ذلك فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون يعني الرب أدبه لكن برضو زي لوط دخل السماء لكن دخل تحت تأديب فظيعي أمين أمين يريد تتلملم معنا الموضوع واللي بيحطه رب على قلبك من الأفكار دية حتى نختم الحلقة من فضلك تمام بخصوص موضوع السماء والأرض دخلي بالنا أن السماء بتوصف حاجات لا ينطق بها أشياء ما نقدرش نوصفها نحن بنوصف حاجات أرضية عشان نعبر بيها عن أشياء نعم فما فيش طبعا هيكون وقت للمدمة لازم أوضح حقين السماء هي ميراث والميراث ده أخده لأننا ابن لله في المسيح يسوع نعم لكن في الأكالين في كرسي المسيح فيه الرب هي يعطي أكالين اللي كعبوا أكتر واللي خدموا أكتر والحاجات دي كلها نعم دي هيكون فيها حوالة لكن دخول السماء على نفس التكت يعني الرسول بطرس بيقول إلى الذين نالوا معنا إيمانا سمينا مساويا لنا نحن الرسل فالإيمان اللي هيدخل لرسول بطرس والرسول بولس للسماء هو نفس الإيمان اللي هيدخلني للسماء بالرب يسوع المسيح لكن طبعا في السماء أكالين والرسول بطرس هتختلف عن أكالين لأنه أخدم أكتر منه فلازم نفهم التعبيرات البشرية اللي بتستخدم عشان تعبر عن معنى نعم لكن ما فيش ندم في السماء بولس وما فيش حد يحس برغم أن فيه النجم يمتاز عن نجمة المجد النجم اللي ضوء أقل مش هيجبها غيران من النجم اللي ضوء أكبر لأنه الضوء ده بتاعه أقل مش هيكون كده ما فيش غيرة في القصة ما فيش ندم فديت عبيرات بشرية بتنقفها زي فكرة إنه لو شفنا في السماء هنقول يا إيتنا كنا نعيش على الأرض أكسن رسول بولس بيقول لأن خفة ضيقتنا الوقتية لا تقفاص بالمجد العتيد أن يستعلم فينا فبيورينا المهد علشان يقلل مشكلة الألم عندنا هنا مش معنى كده إن في السماء هنكون بنقول ياريتنا كنا عملنا ما فيش ندم ما فيش ندم ما فيش ياريت بالمرة طبعا السؤال الأخير بتاع الأخت نهال وأنا بشكرها على أسئلتها الممتازة دايما موضوع التزمر الشيء الجميل في الكتاب المقدس إنه بيذكر الأحداث كما حدثت مش بيجملها فإليك رغم عظمته وقدرته إلا إنه تعب وقال موتي خير من حياتي نلاقي مثلا داود في المزانير يا رب لماذا تقف بعيدا لماذا تختفي في أزمنة الضيار دا كلام ما يتقالش ربنا طبعا فالتزمر دا شيء بيحصل في حياتنا وفيه آية بتشجعني قوية نهال وهي إنه الرب بيذكر إن إحنا مصنوعين من صين وعارف إن إحنا ضعفة فبيقدل مننا هذه الكلمات طبعا يريدنا تقوى بالنعمة الرب وما نقولش الكلمات دي لكن حتى لو قلناها الرب بيفهمها وبيحركنا وبيقدل ضعفنا وبينقلنا من الضعف إلى القوة ما عايز أقوله في قضية القلم هي عضوية صعبة زي ما نأسيس ناشد قال وما عندناش كل الإجابات عليها على فكرة لكن عندنا الرب يسوع اللي بيوفينا الأمل والرجاء بالنسبة للحاجة اللي أنا اتركت بينها الثور والعرض واللون بتاع الجسم ده مش من خطية ده من الجينات اللي الرب حطها في آدم المرض والإعاقة دي من آثار الخطية العامة لكن الرب ممكن يستخدمها ناشد غالي ربي بارككم كل واحد منكم يعني زي بائة الظهور كل واحد يقدم من جهة ربي بارككم أحبائي أخيرا أنا بختم هذه العبارات اللي قال الوحي المقدس بسفر الأمثال تمانية بيقول الرب بعدد 35 لأن من يجدني يجد الحياة الله عطانا حياة بس حياة شيء اسمه حياة أرضية وفي الحياة الأبدية من يجدني يجد الحياة وينال رضا من الرب وبعدين بيقول ومن يخطئ عني يضر أو يضر نفسه كل مبغضية يحبون الموت كل واحد رفض المسيح كأنه هو تمسك بالموت وبالتالي هو حكم على نفسه بصلي من كل قلبي أنك تقوله للرب يا رب يسوع خلصني أعطيني الحياة الأبدية لأنك أنت الحياة أنت الحياة أنت النور وانت قلت عن نفسك أنا هو نور العالم أعطيني نعمي يا رب واغفر لي خطيائي بدم ذبيحتك دم الفداء وعطيني نعمي أن أكون مقبول لديك يا أبانا في المسيح وعلى أساس نعمة المسيح وأصلي هذا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين للرب إلهنا الكرام وكل المجد إلى أبد الآبدين آمين إلى اللقاء بحلقة جديدة انت أن المسيح في مجيئه الرب معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة